وهي دا أحلى فصة عند الحبق تبحث بينما لبسها عما تبقى من رائحة إليان ابنة العشرين عاما التي قتلتها رصاصة غدر يوم احتفالها بعيد ميلادها قضية إليان صفاطلي لم تغلق بعد وآخر فصولها جلسة المحاكمة الاستئنافية التي عقدت الثلاثاء في المحكمة العسكرية حيث اختفى أثر المتهم بقتل صفاطلي والمحكوم عليه بالسجن ثلاث سنوات الرقيب الأول حسن حمية بعدما خرج من السجن بلا علم القضاة وفي التفاصيل التي روتها لنا والدة إليان أنه لدى استدعاء رئيس محكمة التمييز العسكرية القاضي طاني لطوف الشاهد الأول طلال حمية مثل الأخير من دون محام فقال ما معي محامي حطولي أنت محامي واستدعى الشاهد الثاني ياسر حمية وسأله أين محاميك فرد ما بعرف كان هون وفل فأجل لطوف الجلسة إلى الثامن من أيار أما الفاجعة فكانت عندما سأل القاضي عن المتهم حسن حمية رد طلال حمية أو حدا من جوا قال له المريض قال له طاب إذا مريض بس وينه قال له أخلي سبيله ويحوي بالبيت هلأ هون هو الشاهد قال أنه أخلي سبيله لحسن شاهد اللي قال قال له للعاضي هيك أخلي سبيله يحوي بالبيت وبلش هون علامة السؤال علامة التعجب من بين القضاءات كلهم مين أخلي سبيله مين مضع أخلاق سبيله وينه حسن حمية بس أنا صرت هلأ بدي أسأل وينه حسن حمية هربان حسن حمية من الحباس وينه يعني أنا كنت عم طالب بالعدالة هلأ هلأ صرت عم طالب وينه المجرم اختفى مين خفاه وإذا هو منه مختفى بالحباس حدا يجي يقول لي محبوس قال له تقريبا حسب ما حكي طالب الحمية يعني يعني 12 يوم تقريبا يعني بالتاريخ اللي هن قالوا لا تسنين إلا المحكم اللي أنتوا استقنفتوه يعني اللي استقنفين إحنا ما تعبر رواية والدة إليان شكلت صدمة قضائية لأسيما أن الجانية توارع عن الأنظار مذ أخلي سبيله في الثاني عشر من نيسان الحالي وقد أوضحت مصادر قضائية للجديد أن سجن زحلي كان قد نفذ حكم البداية ولم يتنبه إلى أن هناك تمييزا قد طرأ على القضية مؤكدة أن محكمة التمييز سوف تصحح هذا الخطأ وتصدر مذكرة توقيف ثانية لإعادته إلى السجن أما والدة إليان فوجهت رسالة إلى وزير العدل طالبة مقابلته إذا أنت بتقبل إذا إليان بنتك هيك صار فيها إذا بتقبل إحنا تحت القانون مش فوق القانون بس بليس بدي شوفه عملي معروف وصليني لعنده إذا بتقدري معروف يعني إذا أنت بتقدري خديني لعنده تخونها دموعها فتنهمر على فراق فراشة البيت التي غدرت فغادرت الحياة تاركة أمها وجدتها في حسرة تسألان وين لقت البنته جوال الحج موسى قناة الجديد